أنا عائلتي بس أنا وأبويا وعدي أخ أصغر مني وحياتنا طبيعية وحلوة وعندنا بيت وعايشين أبويا ما بخلينا بحاجة أي شيء الحد ما صرت تقريبا عمري عشر سنوات أبويا راح بانفجار استشهد فبدت وعاناتنا بدت أمي تشتغل وإحنا بقينا مدرستنا بدأوا الأقارب يحجون أن البنية هاي قاعديها بطليها قد تشتغل وياك ويا مصر الأمي على آني أكمل دراسته آني شاطرة نار أحب الدراسة أخوي هميني حب الدراسة كل بناتنا عندهم مشاكل مشاكل هم مشاكل دراسية مشاكل اجتماعية والحالة أنه مثل هيك حالة أنه البنة شاطرة هاي أنطيها دعم هاي أدعمها ممكن آني هاي ممكن استصند أهلها أخوتها بعد انفقد الأب بعد ما ينفقد الأب منهم تكون ابنية هاي قوية وتكون هاي شاطرة وممكن هاي آخذ منها ثمرة ثمرتها أنه بعدين ترجع لي إلي صاحب الأمها والأخوانها الصغار اللي بعدها وممكن هي بعدين آخر شي تحقين نفسها بهذا المجتمع هذا وإلها فتبصمة حلوة بالمجتمع هاي يعني البنية يعني أقول عنها ابنية أحييها على هالتصرف هذا ظلوا يضغطون على أمي أنه لحد ما أنا يعني وراء أربع سنوات تقريبا صرت أربعة عشر سنة أنه زوجيها زوجي اللبنية أمي تتعاركوا إياهم تطرتهم أنه لكل أمي يعني عماني يريدوني الكرايبهم تدخل الأمام هو صار إحنا مجتمعنا صار مجتمع تعرفين حضر شديش مجتمع أشائري ومجتمع السيطرة والهيمنة للآلة الكبيرة اللي نسميها إحنا العام والجد والجدة ذو كلهم اللي هم تأثير على الآلة وخاصة بعد فقد الأب لما يكون أنه العمان يدخلون بهذا التصرف هذا ويدخلون أنه حياة أولادهم لو كان تدخل صحيح ماكوا اعتراض لو كان أنه هم يحبون مصلحة أولاد أولاد أولادهم أو أولاد أخوهم أو أولاد أبنائهم ماكوا إشكال لما يكون تدخل إيجابي لما يكون أنه الأبن أو البنت لما تروح مشوار معين أو تروح بطريق معين يحدون من هذا الطريق ويحاولون أنه محبتهم بالمحبة بالمحبة يصير كل شي ممكن لكن لما يكون تدخل سلبي لا مرفوض لا نحن عندنا اختلاف تدرين أنتي أكو قسم اللي يعدها مثلا بس ابنية أوكي وريثة يدخلون إياها الأعمام واللي عندها لا أولاد وبنات لا يتمشي لمرضة بياها أما القسم الآخر لا حتى ذا كانت بس ابنية راح تورث الكل ما الوالد فهنانا تدخل أكو ناس تعاني من شرط الطمع يعني تشوفين ناس أبوهم ترك لهم تركة جيدة ووالدتهم ترملت فتكون محط أنظار الجميع صراحة فتدري الناس اللي يريد يطمع بيها من ناحية المادية من ناحية الزواج مرات أكو بيوم يتقدمون عليها يتزوجها في يقولك آنهاية بينما لازم يكون المفروض آنها أوكي ما يكون مشكلة وما بيهم مشكلة للزواج أنت الزواج حالس ناس الله لكن تخلي أمام عينك هذول الأيتام وأهم فئة وسط بيها رب العالمين والرسم صلى الله عليه وسلم هم الأيتام بحيث قلت صلى الله عليه وسلم أنا وكافي اليتيم في الجنة يعني أكو واي أحاديث من الحديث ما تحضرني صراحة أكدت على رعاية الأيتام وأكدت شنو الأجر اللي يصيبنا من أورا الأيتام لكن ليس كل يشتغل عليها ويعمل بيها نباوع دون معركة تصير التركة قسم من الناس قسم كبير جدا لما أولاده يموتون قبله مثلا أنا هسا مثلا رجل كبير بالسن أبنه صارت عندنا بانفجارات واستشهدوا عنده أولاد طبعا زعلوا همه وصارت مشاكل وظلوا ليجوننا ولا شيء وأمي خطيئة اشتغل يعني ما خلت شغلة خطيئة تشتغلها على مدئحنا نبقى بمدرستنا والحمد لله أنه عندنا يعني هذا التعليم ما عندنا فلوس يعني بس الأشياء اللي تشترينا ياها للمدرسة وهي اللعمة الحمد لله استمرت بدراستي آني لحد ما وصلت للخامسة إعدادي تلقيني بحالة نادرة أن يكون الأب عدم وجودة غير مؤثر بتربية العولاد طبعا هو يكون غير مؤثر بالنتيجة بالنتيجة بعد مرور فترة من الزمن تلينها حيكبر الولد أو البنية يعني يوصل العمر معين ممكن بالابتدائية لحد بداية المتوسطة ممكن الأم تقدر تسيطر لكن يصير تأثيراتها بعد هذا العمر بعد الثلاثة عشر نحن نصل إلى سنة التكليف بعد هاي ثلاثة عشر سنة راح يبدأ يحب تطلعات عنده حب الفضول هنا يحتاج لسيطرة من الأب فإذا الأب ما موجود راح الأم تقصر نحن نعرف الأم تتسعب كل ما جهد عندها في سبيل أن تطلع أولادها أو بناتها بأفضل صورة لكن الأمر مو بديه تطلع عن سترتها لأن تدين الأولاد يرادلهم متابعة يعني يرادلهم بعد بالمدرسة طلعوا وراهم حتشي الرجل يختلف عن حتشي المرأة من ناحية التربية كل من إله خواصة ولهذا سبحان الله رب العالمين يخلى الزوج والزوجة تكافؤ بيناتهم بالتربية كل من إلجانا فلما يصير خلل بهذه الأطراف راح يصدر خلل المطرف فهنا الأم تلتج إلى الأخوان المفروض يعني الأعمام صراحة وهس بدأت شوية تقل إذا أكيد أنت متابعة عليها أغلب الناس شايفيها الأعمام يأخذون دور الأب أنا أكيد كنا نعرف ناس زينين وناس مزينين أكو ناس ما عفوا أولادهم أولاد أخوهم تدري أغلب اللي صار بوضعنا شهداء اللي ضحى للعراقات أو شهداء يعني المفروض كان إحنا نثمن تعبهم وجهدهم برعاية أولادهم هذا أقل تقدير نقدم عليه تأثير الأب يعني كل شيء مهم بالعائلة الأب هو السند هو الروح هو حياة البيت يعني مثلا نقول وتد البيت فتفقد لي هواي أمور الأمور اللي نفقدها نفقدها تحسين تفقدين التطمئنينها تفقدين الأمان تفقدين يعني الحياة تحسين بها تتوقف في بعض الأحيان إلا إذا كان إنسان العائلة والأب زرع بأولاده وبعائلة بيته القوة فرح يكون هذا التأثير شوية يخفف من حدة ووضعة التأثير هذا رجعوا وصالحوا هنا عمامي بس أصروا لازم يزوجوني وقالوا هالمرة البنية كبرت وظلوا يقنعون بأمي بشغلة أنها البنية يعني إذا كملت بسدار رح تكلية شون حتى لو أخوها موجود بس ممتل الزوج يسر سنتها ورح تجيش مصاريفه وبعد اتماد قدري لها فأم قتنعت بس قالت ما أبطئ لهم لأنه هي تعرف وضعهم تعرف أنه أنا ما رح أقدر أكمل دراسة وهي شرطها بأنه أنا أكمل دراسة فلحد ما تقدم لي واحد عن طريق عمامي وشرطت علي أمي أنه أنا لازم أكمل دراسة طبعاً أنا بالبداية ما شنت مقتنعة وبعدين شفت الولد ونلت أحكو إياه على الدراسة وشنو فكرة عن الدراسة يقول أنا إيا أنا أخليش أتكملي أخليش أتكملي بس أنا من البداية الغلط ماتي ما شنت أقول له أنه أكمل كلية شنو رأيك؟ ما حتشاهد بهذا الموضوع الكلية بالنسبة للزوجة أو البنت اللي هذي هو فعلاً ما كوه بعقد الزواج ما كوش شرط ما كوش حالة أنه بنت تتخلي شروط الدراسة بس هي خطأها أنه هي ما شرطت علي إليها المفروض تشهد عليها على زوجها أنه أنا أكمل دراستي أنا ما أحد دراسة أنا دراسة مفتوحة هي دراسة مفتوحة كانت تكون الإعدادية أو الثانوي الكلية، الماجستير، الدكتورة أنا ما أحدد ولو كانت البنت الشاطرة لا من حقها تكمل بس هاي هي خطأها الوحيد أنه هاي الخطأ اللي خطأته وأكثر بناتنا يخطأون بهيش حالات بناتنا يخطأون أنه مجرد أنه أنه الزوجة تشرط على تقول لها أنا أريد أكمل دراسة لمرحلة معينة وأني شايفة يش حالة مجرد أنه جاهب ابن الحلال أنه يقول لها أنا رح أتزوج أول مرة يقول هاي ما يخالف، أنا أقبل مجرد أن دخلت بيتها الحالة طلبت رح يصير عندها ضعف هي رح ضعفها أنه رح تفقد هذا الزوج لأنه هي فاقد الحنان الأب فجأت قلت لك ممكن أعوض الحنان الأب بحنان الزوج لكن ما تقرب أنه هذا ممكن بعدياً أنه تأثيراتها رح تصير سلبية عليها أكثر من إيجابياتها كان كل همي يعني أنه أطلع السادس أول شيء وهو مدام يقول لك من دراسة إذا أطلع معدل زين فأكيد رح يخليني زوجت بالعطلمات الخامس وداومت السادس وهم معيان وأشتغل بالبيت وأداوم بالمدرسة وموافقة بين دراستي وبين البيت وبين زوجي وما مقصرة على أي واحد ويعاملوني زين مثل بناتهم بناتهم هم بالمدارس ما كان أي مشكلة وما عندي أي مشكلة وياه حتى أنا فترة مصرة بالسادس ما أطلع يعني حتى أهلي ما أروح لهم خطيئة أم تيجي وأجيب أخويا أشوفهم ساعة ساعتها ويروفهم كل أي وقت فراغ عندي مخصصة للدراسة الحمد لله بتحاني السادس وطلعت ثمانية وتسعين وكانت هنا صدمة أنه ما شاء الله شون طلعت هذا المعدل ومعدل عالي فالحمد لله بالتاني أتحقق حلمي عوض أهلي عوض أمي وأخويا وإن شاء الله أقدر أدخل لطبية وما أفكر أبداً بأنه راح يعارض ساعته منه جايبه ثمانية وتسعين يعني بيت وزوجة وعيال وحارم نفسي من كل شيء مولال كأنه عروس يعني حتى الأطفال يعني قلت بليت أخذ مانع هاي الفترة وهو قابل بالموضوع ما عنده مشكلة مشي دراستج هاي المرأة أعتبرها مرأة بطلة أحييها كل التحية وكل الاحترام إلها لأنه قدرت بمجتمع وأنه مجتمع 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 يعني صعب أنه الزوجة والأم ينفقد صاحب بيتها أو المعيل الأول إلها يعني رح تفقد هاي أمور وياها بس هاي بنوصلت لها المرحلة ووصلت أنه اللي قدرت أنه تتقاوم المجتمع والتقاوم المغريات وتقاوم الوضعية اللي الحالة أنه أولادها وبناتها وتوصلهم لهيش مراحل لها منها كل التحاية شو من أنا ريد أقدم قالوا أنه التقديم على الكليات فجنت أنا ما أعرف شو خلي كلية بالضبط فقلت لها خلي أروح لمدرسة كان في المنطقة يعني هي تعرف تروح تسوي الاستمار قال لي متروحي صدمت ليش ما أروح قال ليش أروح غير يوم رأيك قال لي لا لا متروحين أبدا يحكي كل مرود ليش ما أروح أبدا قال لي سدي الموضوع سديت الموضوع احترام إليه وزوجي هذا يقول كلمة ثاني يوم يابل ما رح قلت لي هيت شي أنت خلي أروح ما رح وذا تعاندني ما يصر لك خير قال ليش ما يصر قال ليش ما يصر قال ليش ما يصر قال ليش ما يصر رح انت رح أنت رح بالنطقة 98 هاي بعد انت رأيك حققت يقول لها قلت ليش ما كملت يقول لها لا اكثر أكمل، أكمل كلية، قال إحنا ما متفقنا على الكلية، ما متفقنا على المدرسة قلتنا لا، إحنا ما اتفقنا على مدرسة أو كلية، اتفقنا بأن أكمل دراسة بالضبط، ما قلت يعني أنا قائلة دراسة، أكمل ماجستير، أكمل دكتورة، أشياء صير أصير، ما قائلة أنا محددة لهاي بس المشكلة أنا، ما تشن تعرف أنه هذا لازم يتوثق بالعقد الزواج أو الذكرة أو هاي يعني نهائيا ما كو أي شيء يقول أنه أنا سوي عقد بيني وبين زوجي أو بين الزوجة بين الزوجة وزوجته، ما كويش أنه يقول لها، هاي تصير بحالات شراع مثلا عقار على المودي يتسجل باسمها واسمها كضمان حقوق، مثلا أنا أرد أسجل يوم عقار باسم زوجتي أملي عليها شروط يعني عقد، صفحة أو، يكون بيال يابا أنا كتبت لك البيت هذا كامل بالاتفاق يعني بس بالأساس هو نصها إلي، ونصها إلي كسبيل المثال يعني أما باقي الأمور لا، ما يكتب، ما كو تدين بين الزوجة وزوجة يعني هاي تصير أمور أسمى وأكبر وأعلى من أن تقيد بشروط أو بصغة عقد قال صلى الله صلى الله عليه وسلم من رضيتم دينه وخلقه فزوجوه فمجمل، مجمل الشروط توضحت بهذا الحديث وإحنا القانون أغلب مستنى من الشريعة ومن الأعراف بس كضمان مثلا على العقد أنه ينكتب بيان يريد بيت واحدي مستقل بصراحة ما أعد نهيش، ما كويش كضمان أنه أريد أكمل دراستي، ماعد نشي يضمن للمرأة قاموا ننهيش بالعقد الزواج ولا ينكتب أساسا كضمان مثلا أنا أكتب بالعقد تريد الزوجة تريد تكتب ما مسموح لك تدخل براتبي صراحة هي ما مذكورنها ولا ينقدر نكتبها بالعقد ولا قانوني نص كتابة عدا أنه الإيجاب والقبول بيانتهم والشروط اللي معروفة اللي فراش الزوجية وباقي لهم الإيجابية والسلبية أنه ما تقدر المرأة تكتب بدأ أشياء تضمن حقها المستقبل والله شوفي صراحة نحن كضمان حق ببرقة وقلم ما يعتبر ضمان حق بقدر ما أنا أعرف المقابلي ولما نقدم على مشروع الزواج، مشروع الزواج مشروع جدا عظيم أنا برأيي أعتبره مشروع أمة لأن تعرفين نحن هبصد شي العرب أو هاي البشرية كلها من آدم وحواء نحن صح هما اثنين جزئية بسيطة لكن ولدت هاي العالم كلنا ضليني نتعارك على هذا الموضوع وفترة التقديم يعني راح تخلص وأنا ضغط نفسي وعصبية أصير وأنهار ويغربني ما أخلي شي بجسمي ما أضربني بحيث يعني كل مزورقة المجتمع مجتمع مغلق نحن نعرف هذا الشيء كلنا بالنسبة لنساءنا نساءنا مثل ما يقولون دائما المرأة هي ضعيفة بمنظار ناس بمنظور ناس يعني بس هي بالنسبة لها ما تروح للمستشفى وتروح يسوي تقرير الطبيب ما أصيب أنا حتى ما سمعنا هاي جحالات لأنه بس هو الأصح أنه تسويها منما تكون هاي جحالة حتى على الأقل يكون عندها رادع أنه يفكر مئة مرة قبل ما يعنفها أو يضربها أو يهينها راح يفكر ألف مرة أنه أنا ممكن هاي ضربتها وسويت عليه تقرير يعني إنها تبعات أخرى ممكن تهددها بهذا التقرير تقول لها مرت اللوخ لو سويتها في كل حالة وممكن أشتك عليك وممكن أسوي طلب التفرق وأني من حقها الزوجة تطلب هاي الحالة لأنه هو اللي بقادي فبدأ هاي الحالة فمن حق الزوجة تطلب هذا التقرير فهي هاي الأمور اللي مجتمعنا اللي يصر بي ظلت أروح الأمي أم طبعا ما قابله واجهت تعاركت وياهم قلت العمامي عمامي قالوا هلا خلي البنية مستورة وهاي لا تسوي المشاكل ما وقفوا ويا لعمامي بس أم خطيئ وأخوه يروحوا يتعاركون وياهم ويرجعون بس هذا الحجي هنا أمش قالت قالت أنا مدام هيت شي أنا راح أبيع البيت وأنطيتش نصيبك من البيت وإحنا نشوف إنه شي علي قدنا أنا وأخوك حتى غرفتين يعني هو بالمستقبل ينزوج به وهذا البيت شبير وعليم فأطيتش نصيبك حتى هو خاف ماديا ما يقبل على موديل كلية خاف مصاريف وهاي فنصيبك ويبقى يا منشكت وهاي تصرفي أنا كيفت وفرحت أن أمها أول تصرف من تصرف والدتها أنه باعت البيت هذا خطأ هذا تصرف الأول خطأ لأنه أنطتها الفلوس هل يا ترى بقت الفلوس بديها؟ المفروض الأم تبقى الفلوس بيدها وهي لتتحكم بالموضوع ومتى ما شافت بنتها على قدر من الفكر وقدر من التحمل المسئولية وأنه هي فعلا تقدر تتحمل مسئوليتها وتخلي مادتها بإيدها وهي تتصرف ديش الساعة أنا ممكن أنا خلي حالي وما لي بيززوجي وهكيا وصرف براحتك لا هذا موحا أنت شون اللي ضمنت من عنده وانت سابقا معنفة أنت سابقا عانيتي ما عانيتي من عنده شون اللي ضمنت وخليتي كل حالك وما لي ضيتي يا بيده على أي أساس؟ أنت ضمنت من عنده أنه هو حسن النية؟ أنت ضمنت من عنده أنه ممكن هو سلدك وظهرج؟ أنت جربيه مرة مرتين ثلاثة؟ خليه خليه الرجل يوضع فيه اختبارات أنا موجهة أضعي أن أي رجال مع اتزازي واحترامي لكل الرجال أنا أضع باختبار معين بحالة وحالة 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 وراح أشوف مدى تحمله للحالات اللي أنا ده صير بيه هل يا ترى؟ رح يوقف سند إليه؟ هل يا ترى؟ أنه هو فعلا حاميني وحافظني وحافظ غيبتي؟ متى ما شفته يجي حاله أنا أنطي أنطي بالقدر همينه مو بكل مو بكل أنت دائما تكونين أنت صاحبة القرار أنت دائما تكونين أنت الأول متى ما كنت بهذا الطريق أنت راح تخليه موازلة بين الزوج ووين حالك يعني متى ما نقول وإمكانيتك ديش الساعة من شوفينا هو سانديش ومسويليش كل هاي الأمور ممكن تنطيب بس تخليه تحت المنظار أوجه هذا نظري أمي عرضت البيت وإجاها الشراي وباحته واشترته وهذا كلها ما يدري طبعا أنا فراحت علي السلاة الأولى ما قدمت للكلية خلال هاي الفترة يعني أنا وي أمي وانتقلنا لهذا البيت وهي وقيت يعني حتى من يبدي وين ينجحون إنشاء ما أنا أقدم بس تخلي أراضي لأن زوجي وخاف ونفكر بالمادة أمي عرفوا بهذا الموضوع وأنا رحت له يعني مما ما جاني وأنا رحت له وقيت له وقيت له يجسار وأمي خطيها باعت البيت وقال لي نصيبي فرح فرحة مطبيعية يعني تجسارت ملايين قلت له إيه ملايين هاي إلي وإلك وأنا رح أكمل دراسة وأمي خطيها ما قصرت وطيتني نصيبي فرح هو قال لي إيه تعي رجعي قلت له يا الله أنا رح أقدم وأعيش مثل البنات وصلنا للمرحلة التقديم هاي الفترة كلها يصلت مني فلوس يأخذ مني فلوس لحد ما يعني هو يصرف وكلها يسافر بيها ويشتري بيها وضيع نص الفلوس ماتي وأنا كلها أقول ما يخالب بس عالم ودي خليني أدرس وكمل دراسة ووصلنا للتقديم وهم نفس الشي تريد توحي للكلية هاي ما تعرفوا الولد الكلية سمعتها مزينة وما أخذ هيك سمعة أنه دعارة بالكلية وكلية جاية ما جاية تشوفين بالتلفزيون ما جاية تشوفين نشي يقولون على الكلية مخدرات وهي شي شي أنت جاية تروحين على مدى الشي قلت لقاني شون أنت ما تعرفني أنا كاس كم سنة سمزوجين وعرفتني وأنت أعرف أخلاقه واني شعلي وبعدين أنا راح أدرس طب أنا ما راح أدرس شي يعني ما راح أتونس أو الدراسة الطب صعبة ما الدرسين وظل يضربني من جديد هاي بالنسبة لنظرتها هاي نظرتها هو الشخصية لكن أنا ما أقدر أعمم على المجتمع أنه كل نظراتهم أو كل المجتمع أن ينظرون نفس النظرة لأنه إحنا ستدى نشوف بناتنا ما شاء الله واصلين مراحل بالدراسة وكليات لكن هو ممكن هو ولد ممكن هذا النموذج هذا ينظر هذا ينظر من منظاره هو الضيق المحدود ممكن هو ولد ممكن هو ولد يجاور صديق سوء ويراح يرفق على نفس الطريق ليش ينظر للبنة بهالطريقة هذه البنية حاليا أقوى من الولد مع أتزازي واحترامي للكل آني هناك بنات أقوى من الولد بشخصيتها بنظرتها للمجتمع بنظرتها للحالة أمامها بنت بالوقت الحالي بنت قوية وهذه النظرة هو الشخصية إذا نظرتها نظرة ضيقة وغير مقبولة أغلب الاتفاقات قد تكون شفوية مو بالضرورة تكون على الورقة والقلم نعم بس لكن لتثبيت الحق تكون على ورقة وقلم المطالبة بها تكون أسهل مما تكون شفوية فهنا تلتجي للمحاكم تقول عني اتفقت وهي زوجي عندي تاركة مبلغ معين اتفقت أنه يتم انفاقه على دراستي هو قام بانفاقه لمصلحة الشخصية أنا أطالب بيهن فتقام دعوة بمطالبة الأموال اللي كانت محسبة إلهم اللي تنفقها على دراستها وزوجها تصرف بخلاف ذلك فبعد تبدأ مرافعات وتبدأ أحقاق الحق هاي تقدر أو تقدر تتفق أحنا صراحة ليش نقول دائما الاستشارة الاستشارة جدا مهمة يعني خليلنا نحسين للطرفة هاكو ناس تحتاج روحات للطبيب تقضيها بمضمن يعني محت كل الاحترام للمعاون الطبي على رأسنا طبعا لكن أكو اختصاص اليوم احنا شعبنا يفتقر للاختصاص ما ينطي كل ذي حقا حقا إحنا لو كل من أبو الاستحقاق أنا مثلا اليوم عندي شغلة أردقت بها حتى وإن كان زوجي على المود ما نوصل لمراحل ما نريدها أروح لأبو الاختصاص أستشيره اليوم ماكو واحد من عندنا ماكو بعائلته محامي ماكو من أصدقاء محامي ماكو من أقاربة من جيرانه لا إلا ما ندر هسا إذا يستحسف هاي الاستشارات البسيطة فلوسها أخليه وقع بيها ويستعيله لكن هالمود ما تتكرر قد تكون هاي تستفاد من عندها غير ناس اللي وقعت به اللي هذا المثال مالتنا قد تستفاد من عندها غير ناس يعني دائما نسأله أشياء الاختصاص نسأله المحاميين نستشاروهم أنا مرأت بهتشو عندي راح أقدم على مشروع دراسي عندي كم من المال أريد أنفقه على دراستي وأتفقه يا زوجي ممكن تنظمونا عقد بهذا الخصص بعد هذا شيء جدا منطقي وميزع صراحة طبيعي جدا مثل ما المؤخر احنا عدنا المؤخر المذهب الجحفري مثلا يقول أنه مستحقة عنده المطالبة والميسرة شوكت ما يتوفر عنده حتى قبل الدخول أنه لازم ينطل المؤخر لكن تبقى بلا اتفاق الزوج وزوج تعرفين والله نحن يماشون أغلب نساء تماش التعنيف عندنا أشكال التعنيف عندنا نفسي تعنيف جسدي تعنيف نعم لفظي ممكن لفظي التعنيف صار بعدة أشكال إذن هذا التعنيف بالمجتمع العراقي صار بعدة أشكال الآن هذا التعنيف طبعا كنا نرضى ما حد يقبل أنه إنساني وعنف بها الطريقة هذه لكن الآن الآن ضد تعنيف المرأة لأنه يعني أنت متعنيف المرأة هي هاي صاحبة جيل راح تكون لك أسرة أنت متعنيفها باشر أغلبة يجون أولادك إذن أنت متعنيفها بها الطريقة هذه أولادك ش راح يشوفون راح يشوفون هاي الأم تنهان بالتالي الأبن راح يصير شخصيتها ضعيفة الطفل الطفل أنت متعنيفها قدامه باللفظ بالضرب والإهانة هذا باشر عقوي ينعكس على الطفل بالتك ورح ياخذ نفس مسارك ممكن أنت بعديا أنت بعديا بمرور الوقت بعد ما يمكن هاي الأم تتحمل الأم تتحمل على مد أبناها رغم أنا أشوف نساء وأنا مرّة بحالات أشايفتها همينة تتعنف وتترزل وتحشي حتى ألفاظ عفوا ملائقة وتتحملها لأجل أولادها زي أنت باشر عقبة هذا الولد والبنت راح توصل مراحل ورح يوصل أنه يقبر ما أنت راح يعيد راح تعيد الصورة نفسها نفسك أنت يا شخص من عن نفتها باشر عقبة لأنه راح يعيد الكياء لك أنت راح يعيد الكياء عداني هنا اشتكيت عليها رحت للمركز المركز قال شنو السبب حتشيت لهم كتش قال الصراحة أنت جنتي تطينا بروباتيج فالفلوس لا نستطيع رجعها بعد ستدات رفعين قضية عليها وروحي روحي للمستشفى وخليه يسوي لك تقرير بأنه ما جاء ضربت لأنه نستطيع تأخذين مننا ضرر وهذا تأخذين مننا فلوس أو ترفعين نفقا أو بعد ذلك يستطيع أن ترفعين قضية الطلقة الإجراءات القانونية بالنسبة للزوجة لا يتحق في حالة أنه هي أخذ من عندها لأنها فعلا أخذ برضاتها وهي اللي مطتهية هي اللي مطتهية ما يكون أدنا نص قانوني يقول أنه ممكن أنه تثبت أنه حالة أنه أنا مطيتها وروحي أشهد عليها هي ما عندها عليها ورقة ولا ما أخذ من عندها سك لو ما أخذ عليها السك أو ما أخذ عليها كمبيالة أو عليها على الأقل فتوصل يثبت أنه يأخذ منها هذه المبالغ شوفي هو اليوم أكو شيء اختصر كل الحديث هو مجال الإنترنت وعالم السوشال ميديا هاي نهت كل الأعذار صراحة قد يكون قبل فترة قبل عشر سنوات أكثر ممكن أكو صعوبة بالتداول بهاي الأمور لكن اليوم أي شيء عندي أستفسر عنها على كل على ممكن ننطيح نتيجة أخيرة أي أمرأة تتعرض للتعنيف للضرب من حقها لأنه تقيم شكوى نحن طبعا لا نريد نشجع عليها صراحة أكو بعض الأمور يعني ما تستوجب شكوى ممكن تحل ممكن حالة عصبية ممكن هي بادية بالموضوع على موضوع ما يسرع بالحكم إلا إذا يعني صارت الظروف أنه توصل مرحلة ضرب قوي جدا وأكثر من مرة يعاد بعدها تقيم شكوى شكوى يمركز الشرطة بعدها تسير لقاضي التحقيق وتمشي إجراءات أصولية وتحمي نفسها وتقيم عليها بعدها في الدعاوة لا نريد نطرق لهم بشكل مفصل لأن هذا موضوع لا نريد نشجع عليها صراحة لأن هذا يشجع على التفريق نريد قدر الإمكان اليوم وصلت حالات التلاق صراحة توصل بالشهر 3000 4000 وهذا رقم جدا مهود يعني المحافظة واحدة على مستوى 3000 عائلة يعني تقريبا توصل 6000 طفل إذا أقل عائلة بها طفلين على سبيل المثال فنحن لا نشجع عليها بس كحماية للمرأة صراحة بعض الأزواج جدا تبالغ بالتعنيف بالنسبة للإجراء الصحيحة اللي سوتها هي إجراء جدا صحيح أنه هي راحت لمركز المستشفى أو راحت لمركز الشرطة أبلغتهم بالموضوع وعلى أساس سوت التقرير الطبي هذا التقرير الطبي يفيدها في حالة فعلا لو تكرر حالة التعنيف مرة أخرى بس بالنسبة للأولى إذا تروح حبال المحكمة وتروح المحاكم هذه حبالها طويلة جدا للمحاكم وما راح تحصل معدهم شي بس الإجراء الآخر اللي هو فعلا أخذ التقرير الطبي هذا إجراء جدا صحيح فرحت آني للمستشفى وقلت لهم واشتكيت وسووا التقرير الطبي وتعنيف يعني قوي شان لأنه نسبة الزراق وأكو علامات قديمة ما راح ت لأن كان بكل شي يعنيف فهذا الشي كان مصالحي فقالت الدكتورة هذا بعد تقرير المتش وش تدري ينسوي بس يعني أنا مستحج تلتخربين بيت شوائد حقها ما تدري المهم رحت آني المحامة وقلت لها أنا هذا زوجي يتسوقها ليدسي ينتي خاطوة خطوة كل الشي صحيح ونصالحي رفعنا قضية أنه جاي يضرني ويعنفني يعني هي بعد ما انشافت ماكو بعد من عندها فاعدة خليل نحتيها نقول ارتأت أنه تقيم الشكاول وتبلش بالإجراءات القانونية تحمي نفسها وتريد عندها مشروع أكبر عندها والدتها موجودة وعندها أخ صغير فتريد تحميهم وتريد تكمل دراستها حتى توصل في هذه مرحلة تخدمها دراسيا مثلا تتعين تكون طبيبة فإجراها جدا صحيح وسليم بس إذا حالة مخالفة أنه شافت بي مجال أنه ممكن يتعدل يتحسن وضعها أو مر بظرف معين تديني اليوم الرجال يعني ظروبهم جدا صعبة صراحة أنا هسا مو بصدد أنه دافع عنه الرجال لكن تعرفين عمل الرجال بالشارع اللي منيس على التكسي اللي سايق تكسي اللي أبو مهنة يتعرضي هواي الضغوط بالإضافة أنه الأزدحامات والهوسة هاي اللي يمر بها الرجل ما تعرف المرأة هذا الضغوط اللي يمر بها الرجل فممكن نعذر بهاي الحالة نطيف فرصة يعني برأيي نطيف المرأة تطيف فرصة للرجل مرة أو مرتين بعدها تكارت الحالة تمشي إجراءات أصولية والقانون يحمي المرأة بشكل جدا قوي هو قال أنا كذب هذا الشي ونكر ولكن بعد يوم شاف التقرير علي وهذه فهي بعد المحكمة وياي قال المحامد أنت تنفصلين أحسن من يوم لأن هذا لا يفيد وأنا أنصح وهذا رح يرجع لك المؤخر ماتك بالتقرير وحتى لو أنت خسرتي هواي على الأقل رح يرجع لك جزء من خسرتي من خلال المؤخر ماتك إنتي لو كنتي شخصية قوية رح توضعين حد للتعنيف حتى زوجي ما يقدر يعنفك لو كنتي شخصية قوية وأنت عندك يعني نظرة للمستقبل نظرة موضوعية لا أنت ما تتعنفين ولا تخليني ببالش أنه أنا كل ما أزعل أروح بيات أهلي أروح يوم أمي أنا شكرا يوم أمي أنا أمي أنا أمي أنا أكون أنا صاحبة المشيين أنا صاحبة القرار أنا صاحبة الرجل الرجل أنا مو كل شيء أخلي يعنفني لل الظغيرة والشبيرة لا أنت ممكن بتصرف معين أنت كمرأة بتصرف معين أنت تكسبين الزوج تكسبين العائلة تكسبين كل الموجودين وتلغين صور تلغين فقرة أنك أنت تتعنفين مثل والدتك حسب شخصيتك أنت أنت تبني شخصيتك أنت 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 تبقين بيتك هذا بيتك أنت بيتك أنت بيتك أنت بيت عائلتك بيت أولادك أنت أنت مو مضرورة أن كل ما صارت إن شاء الله أنت 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 أطلع أطلع المؤخر على شكل دفعات وخذت غراضي كلها لأنه بالعقد حين المطالبة والميسرة الميسرة أن الإنسان يصير يسير الحال يعني عنده فائض من المال فيتفضل بي يعني طبيعي ينطيها على قد ما تصير عنده وإحنا فعلى مدلت لا ننطي القانون العالمين ما ينطي حقوق كاملة للمرة 100% يعني صلاحيات قوية بحيث تقوى على الرجل ولا ينطي للرجل صلاحيات قوية بحيث يقوى على المرة يعني لازم العاصة من النص مثل ما يقول ف تشوفين من ينطي للمرة مؤخر انطه حق لكن ما حمل عبء الرجل لأنه يطيه كامل دفعه عنده إلا المتمكن يعني يعني اليوم مثلا صاد فتني دعوة من الدعاوي مخلي لها سبيكة كيلو ذهب هو متمكن لمن هذا متمكن يعني الكيلو ذهب سبيكة يعني ما تعتبر تضغط علي ضغط قوي وعنده عقارات أكثر من عقارة باسمه وعنده سيارات يعني هذا تعتبر لا يقصدها بعد ما ثبتناه أنه عنده سبيكة مال ذهب حجزنا على جزء من أمواله ونعلنته بالمزاد وستلمتها كاملة هي أكلها أكو ضمانات لكن تعرفين بس لما تشوفين شخص هو سايق سيارة عجرة وما عنده هاي الإمكانية الإمكانيات أنت يذهب أقل شي خمس ملايين ثلاث ملايين هاي الشي العمومي أما الأقل لا توصل توصل عقارات توصل كميات مهولة فاتبوعين هذا أبول تسايق الأجرة ما يقدر يوفر هذا شكة وحده كامل مستحيل فيتقصط عليه حتى يكون تعاون بين الطرفين لعله ممكن هاي تبقى بصيص من أمل أن يرجعون هذه الخمسين على أمل اللقاء ولوها استغتلفت حتى اللقاء أمن ما راح يصير به كل سويتش وزين كاش ومشت الأمور على هالجانب فصارت قطيع نهائية ما يلتقون نهائية هي نهايتها نهاية كلش صعبة ومتأخرة نهايتها كانت صعبة ومتأخرة لأنه اتخذت القرار متأخر بس كخطوة أخيرة ونهاية أحييها عليها أنه هي مثل ما يقول نجت بنفسها وأنه هذا صار لها درس أنه ممكن إلها والبنات والفتيات الباقيات والمجتمعنا أنه هي تكون قوية بطلة أنه ممكن تشوف حياتها ومستقبلها فالمستقبل ما يوقف على شخص معين وبالعكس هي من شافت مستقبلها وشافت حياتها رح تصير لها عبرة أنه ممكن رح تختار اختيار صحيح بمحض إرادتها الحال الأولى أنه مفرضوا عليها بالحال الأولى أنه مفرضوا عليها في حال الأولى لا اختيارها هي رح تكون هي صاحبة القرار صاحبة الشخصية القوية اللي رح تكون شهادتها السلاح بديها على أساسها رح تكون غير الأمور غير الشكلة فأنا أحييها على الخطوة الأخيرة اللي سوت ولو جدت متأخرة جدت متأخرة الخطوة ومالتها بس مع هذا ما يخالف لأنه الأمور رح تصير مردودها الإيجابي إلها بالتالي يعني ما أدغش ما أحصل هو الحمد لله سأني جاي أدرس بعمل كاملة وإن شاء الله يعوضني بشي مناسب لي وما أفكر بهذا الشي بس أنا أقول أنه أنا تعلمت يعني أنه تعلمت ما أستسلم للشخص مهما يكون مقابل وما يكون شخص يأمن مستقبل لازم أنا يأمن مستقبلي والدراسة أهم وهي السبب إن شاء الله عوض أمي اللي باعت البيت على مودي وهو أقول لي يعني الله يسامح أنا أبداً ما أسامح على كل اللي أدان وأكيد رب العالمين يعني وياي لأنه أنا شنت مضرر يعني كم نقطة أوضحها للزوج وللزوجة واحد لا ينسى أنه الشيطان موجود صراحة الشيطان موجود وبكل وقت وأصر على أن يغوي الإنسان بالرذيلة هاي إذا تنتبه لها الزوج أو الزوجة والحلون أقبال عينهم أولادهم والله تمشي لحياة طبيعية ومثل ما هم يحبون والله يبارك بيها لا يتوقع الزوج لما راح يترك زوجته فرضاً إذا كسب دعوة الحضانة وصل الأولاد إليه لا يتوقعها سهلة الأمات عوض نهائياً ماكو طفل يقدر ممكن واحد يعوض عنها أمها ولا كمارة تقدر تقود عائلة وحدها بدون زوج هي قوانين رب العالمين سنها وخلاها مستحيل أحد يقدر يحيد عنها أي شيء يحيد عن المسألة اللي سنها رب العالمين راح يتوقع بالخطر فأني أنصح أن واحد يتحمل الله يلعن الشيطان أنت حاول يا سمرات نحن دائما نقول خلي الزوجة تتحمل 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 خلي الموني شوية عرجة نقول لي أنت يتحمل مثل ما تتحمل الناس اللي اللي تسمعك حشي بالشارة الموظف اللي تعبان خطيئة من المراجعين يجي ذب حركتها بالبيت أنا أشوفها هذا مو صحيح راجع حساباتك خلي أولادك أمام عينك ترى إذا عندك ابنية زواجها جداً صعب لما يكون أبوها وأمها من فصلين لما عندك ولد جداً صعب ينطمر وأبوه عنده سابقة أنه من فصل عن والدته هاي ذا تخليها قدامك ما راح تفكر بموضوع الطلاق نهائياً ولا راح يجي على بالك إن شاء الله وأنصح أنه راجع قراراتك لا تتسرى إحنا اليوم أكو المذهب الجعفر يقول بحالة العصبية إحنا ما نحسب الطلاق وإن كان عشر طلقات ومو ثلاث طلقات فمن حشاها يعني أكيد أكو أبعاد بيه أكو رؤية مختلفة رؤية المعصوم تختلف عن رؤيتنا أكيد فهذا جداً مهم وتخلي أولادك أمام عينك وذولا حياتهم مرتبطة بيك ومنوء لهم ومستحيل إذا مو أنتوا تنسجمون هذولا ما ينسجمون ياكم هذا صراحة ضروري واحد ينتبه علي ضروري لا تخلون الأمور يعني أنت الشعب إلى أكثر من مصدر لا تخلون وصيتكم ووصيتكم خلوا أنتوا أنتوا تلقون الحل أنتوا تفهمون بيناتكم بدون حالات عصبية أغير المكان الآن يبيع عن الشيطان دعم الناس تلتزم بالعدعية بالصلاة جداً مهمة لأن هذا يولد أولاد نظيفين وأولاد مؤمنين ملتزمين ما يحبون المشاكل بعيدين عن السرقة وهذه الأمور والمخدرات عافنا وعفاكم الله هاي بقية الأمور هذا اللي أني ينصح بي وآخر كلمة لي أنا أوصي كل مرأة العلاقية وكل نسائنا وبناتنا دائماً أختاروا الأختيار الصحيح صح أكو ضغوط رأس صير عليكم من الأهل وخاصة لتفقد أحد من أما والدها أو والدتها من تفقد واحد من أدهم هاي ذكارة الكبرى راح أصير علي ضغوط قوية من الأهل روحي زوجي كملي شاس ما بعد المشوارة المنتردين هذا قال لا كملي صيري قوية صيري عندك إرادة صيري صلبة لأن الحياة لا توقف على واحد وانت كل ما تكونين قوية سلاحة بيدك انت كل ما تكونين انت أكوية نساء هالسلح نعرف كل شو واي فاقد الأب وفاقد الأم وعايشة عد أقاربها ويعني تستقتل تستقتل أن تحصل شهادتها ليش؟ هاي حتى باتش رأي أكبر هي تحرة نفسها هي حرة اختيارها هي حرة طريقها فأني أنصح كل بنت وكل بنية أن تشوف طريقها للأمام لا تباوع لي ورا ودائما سلاحك هو مستقبلك دائما سلاحك هو شهادتك الشهادة متى ما أخذتيها انت هواي أمور وهواي آفاق تنفتح لك موسيقى